السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمود سيميل الامرة امتياز علاج طبيعي النهاردة تكملت الميديا النرف. اخدنا المعرفات الميديا النرف واخدنا الورجين والروت والقورس والبرانشات بتاعتهم. تمام? انتهينا عند الجزء الاخير ده اللي هو بينقسم في الهاند اللي جزء ايه؟ جزء ميديا وجزء الاترال تمام؟ طبعا الفيديو انتو ستسمعينه من شوية عشان انا مسجل الفيديو ده في نفس اللي ده. ومش عاية بصراحة ممكن سجل الالنر ولكن بصراحة انا تعباني يعني فهم مش قاعد يعني سجلت لفيديونا في زي الفل يعني ولسه الفيديونا هتعمل لهم منتاج وكده فمش عاية بصراحة ممكن او ممكن يعني ممكن ايه وممكن لأ سجل اولنر او مسجلوش النهاردة. المهم. خلينا متفقين على القاعدة كده. ان اي مصل النرف بيغزيها لو النرف ده انضرب يبقى المصل هيتقصر. يعني مسلا فرضا. آآ النرف بيغزي يعني انا بتكلم نرف اللي هو يا سين انا بتكلمش عاى نرف معين. نرف بيغزي أبوف الالبو. فلو حصل لجن ابوف الالبو. ابوف الالبو جونج يبقى النرف ده هتقصر. طيب فرضا لو في لجن في نرف عن الالبو جونج. والنرف ده بيغزي مصل ابوف الالبو. وبيغزي مصل بلو الالبو جوينت. ولكن الليجين عند الالبو جوينت. في ايه اللي هيحصل? يبقى انت عندك المصل اللي هي ابوف الالبو سليمة. ما انت النيرف سليم. الليجين بعد كده. فين? في الالبو جوينت. ولكن المصل اللي هي هي اللي فيها مشكلة. نفس القاعدة. على حسب الليجين فين? بيدي مانفستيشن او سيمتومز. معين. كام ده? في الارثيوميديك في سنة رابعة. تمام. وحتى كربل سيندروم هتاخدوها في سنة رابعة. ولكن بقى بتوتضو اكتر يعني كربل سيندروم وسيمتومز tenha cause's تمام. اا وبتعالجج زي وبتقابلها زي زي acement زي. واتريتمينت زي. وحتى الاتريتمنت ده الأشهر طبعًا يعني في حالات الكاربلتانيلا سندروم. اه وفيه السيرجيكال تريت من تدخل الجراحي. طبعا بيدخل يعمل ريليز. تمام? بيسموها يعني الناس العادية بيسموها اللي هي ناس مش دارسة طب وكده. اه بيسموها يعني تسليك وتسليك وتسليك وتر. تمام? هو مش اسم صحيح يعني طبعا يعني. اه ولكن هما بيسموها تسليك اوطار. عشان لو سمعت تسليك اوطار تعرف لها كاربلتانيلا سندروم. المهم. اه طبعا انا سيت اصلح برانش ازيه هي المفروض نيرف انجري. تمام? ولكن عشان انا غيرتها كوب من فوق هي المنسيزة اصلح. هي مفروض نيرف انجري. هيصلحها في الكتاب بعد مخالص تسجيل. المهم. النيرف انجري ده ممكن يحصل في العجزلة. وممكن يحصل في اي لفل. لو انت جيت بموس وقطعت يعني عورت واحد. جيت ناسا عند الليفل بتاع الرست. فكل ما هو تحت الرست متقصر. تمام? ليه? قلت لك رست. وقلت لك كله متقصر عشان الرست اساسا. الميديان نيرف. النيرفات هنا. الميديان سوبر فيشل. ما احنا قاعدين المرة اللي فاتت ان النيرف بيقيت لح سوبر فيشل. علشان يجي عند الكاربل تانيل. وبيعدي. تمام? وفي برانش اللي هو البالمر كيوتينيس. بيعدي فوق الكاربل تانيل. دي حتة تانيل كنت هنقولها دلوقتي. تمام? يبقى انت قطعت عند الليفل معين. كل ما هو تحت الليفل ده بيكون متقصر. يعني لو في الاكزيلة كل اللي تحت بها متقصر. عند القلب كل اللي تحت متقصر. عند الرست اللي هنت هتكون متقصرة. تمام? علشان لو احد ما يتوهش يعني. في الاكزيلة شوف النيرف بيدي مصل ايه? ويعني لو بيعمل معينة ووظيفة معينة تقلغي الوظيفة دي. يعني مسلا انت عندك بيغزي البرونيتور تيريز. البرونيتور تيريز ده. البرونيتور تيريز دي بتعمل البرونيشن للفور ارب. فبدل النيرف انجي ضرب المليان نيرف. فهي هيأثر على البرونيتور تيريز. فبدل ما كان عندك برونيشن. فخلاص البرونيشن دراها. يبقى بارلس اوف برونيتور تيريز مسل. هيساوي لوس اوف برونيشن اه بتاع الفور ارب. تمام? بغزي احنا قولنا برضو فلكسور ديجتورم سوبر ف kalis. دي فليكسور ودي دي دستن بروكزيمة سcer بأسير مصير وهنا دي س price تمام كده يبقى تاني اه اه اي نيرف جزي mínصل فلو النيرف ده انضرب المصير هتتقسر المصير بتدي اكشن فلو النيرف انضرب الاكشن ده هيروح بنوتي بنتقسر او بتغذى بالميديا النيرف الميديا النيرف انضرب يبقى حصلت فيها مشكلة يعني هيحصل لوث تمام حيضيع البرونيشن الفكسود دجسورم سورفشياليز بتانسيرت بروكزيمال. والفكس بتانسيرت ديبقى الفلكشن بروكزيمال هيتأثر. فالانجيس يعني كده. والفلكشن بتاع ديستل فالانجيس هيتأثر برضو. دي اول نوت. اي نوت فيها حاسمها آآ لايك نيفورمتي. تمام? اللي هي الشكل ده. تمام? الشكل ده بيانتج بسبب ان آآ فيه في المسل. تمام? يعني انت عندك يعني الجزء ده يعني ممكن ما تكونش باين هنا. ولكن في الحالات السفير هتلاقي كأن في حفرة هنا كده. تمام? حفرة يعني مش موجودة. في حفرة نزلة في الجزء لا. هنا بقى هتلاقي فيه حفرة. تمام? يبقى لي المسل اف آآ ثينر اميننس. تمام? هنا الثامب. كل المسلز اللي بتاحت الثامب هتكون متأثرة. آآ يعني هو آآ والثامب تبا? يعني المسلز بتاحت الثامب كلهم آآ هيكونوا متأثرين. بدل في الثامب متأثرين. يبقى الثامب هيحدف ناحية الاكستنشن. يعني عندك ضايع. يبقى هيروح اكستنشن. يعني تتلاقي المريض ده ضايع عنده. تمام? وعنده في الصامب بتاعه. وعنده جاب هنا او حفرة يعني ده بسبب ان فيه سيفير ده بالنسبة لتانية نقطة. يبقى احنا قولنا قبل كده من شوية وفليكشن ديشتورم سبرفشياليز وفليكشن ديشتورم بروفاندس نصها. تمام? هنا برونيتو للضرب يبقى برونيتو للضرب يبقى برونيتو للضرب يبقى يبقى ديشتورم للضرب. آآ يبقى ديشتورم للضرب. الآيب لايك ديفورمتي. الثامب الفليكسور آآ هيروحوا يبقى الثامب بيهدف في هايبرك استنشن علشان الفليكسور رايحين ضيعين يعني او حصل فيهم ديشتورم. آآ اه حصل فيهم بلالسز يبقى خلاص الابوزيشن راح. آآ فيه في الجزء ده فيه. السنسيشن. نطلع بس نشوف السنسيشن. ده السنسيشن. تمام? الجزء ايه ده? اللي هما الثلاث سوابع ونص وتلتين البال مفزي هاند بيتغزوا بالميديا النار. فلو الميديا النار فيهم مشكلة على بقى مسلا آآ الليفل عند الرست مش عارف اي ليفل هو السنسيشن ده هيكون متأثر. تمام? بتاع الهاند. ولاترال ثلاث سوابع ونص. تمام? والديستال هاف ايه اللي هو الجزء ده. تمام? يعني الثلاث سوابع ونص ده متأثرين كلهم. والثلاث سوابع ونص الديستال فلانجيس من وراء متأثرين. وتلتين البال مفزي هاند متأثر. ده بسبب ان السنسيشن او الميديا النار مضرب. السنسيشن هيتخدوه افكشن. تمام? فيها نسمى كربل تانيل سندروم لسه منزل من شوية باسألكم اخدتو كربل تانيل سندروم مش سندروم اخدتو كربل تانيل كأناتومي ولا انا سألت لا فهنا مليش دعو بقى لو اخدتوه جافة متاعين شورتنوت هنا مليش دعو. عشان في سؤال ممكن يقول لك كربل تانيل آآ 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 يعني بتاع الكربل تانيل ايه اللي معدي فيه والبوردرز او بتاعتو كده. كربل تانيل سندروم ده معدي يعني انا ايه لك المرة اللي فاتت لو انت فاكر فين اها الميديا النار في الاصفر ده بيجي بيعدي على اللي رقم عشرة او بيسموه كربل تانيل اللي هو نفأ. النفأ ده بيعدي آآ فيه وبيعدي في آآ وبيعدي فيه اهم حاجة التندنز التندنز بتاعت المسلز اللي رايحها للصوبة. هو بيتقفل يعني بيتلام عليك عارف انت كان معك حزمة خشب شوية خشب كده الروباط ده اسموه تمام؟ بيعدي فيه زي ما انت شايف كده وبيعدي في الميديا بنيرف ومن تحت الكربل بون ومن فوق التانيل ده بيبقى التانيل روباط كده مربطوا عليه من فوق. فرضا فرضا يعني لو حصل ان التندنز دي اتنافى خط حصل فيها سويلنج لسبب ما الستة كتتحامل مسلا واحدة كتتحامل فحصل سويلنج ده يجيب لها لو آآ الراجل عنده واحد عنده مثلا في الجزء في الجزء ده او سست سست يعني كيس زولالي السست ده هيطلع في المنطقة دي فهيضغط على دي كلها فهيجيب له آآ كربل تانيل سندرو لو آآ زي ما قلت لك او اي سبب تاني بقى يعني مسلا آآ فيه اي سبب سويلنج ممكن مسلا يعني يحصل فيه الناس اللي عندهم حاجات مناهية وكده تمام يبقى اي سبب اي سبب يؤدي الى ان التندنز يحصل فيها سويلنج او ينضغط عليه جوه تانيل ده هيؤدي الى كربل تانيل سندروم السيمتومس شبه اللي فات يعني فيه يبقى فيه ولكن ايه على المدى الطويل يعني حالة من السيفيريتي عالية جامد علشان كده تلاقي عنده في يعني لو حد عنده كربل تانيل من فترة طويلة تلاقي عنده في المسلز بتاعت آآ بتاعت هصاب تمام ايه تلاقيه مسلا الجاب يعني القبض بتاعته ضعيفة شوية عشان المسل فهويتنس تمام ولكن حاجة مهمة جدا او مفيش ديه مفيش علشان في زي ما انت شايف كده هنا في زي ما انت شايف هنا كده النيرف ده اللي مسؤول عن السنسيشن طالع فوق ايه يعني طالع فوق الفليكسورتناكولام او الكربل تاني يبقى السنسيشن سليم عشان ما يطلق بطش لو الليجن جاه هنا كده يبقى كل ده ضايع سواء السنسيشن او موتور ولكن لو الليجن هنا كده يبقى ده راح لوحده في جانب يبقى الجزء ده سليم يبقى سنسيشن سليم وهنا الجزء ده هو المضروب يبقى تاني النيرف انجري عندك في الاكزلة يبقى هيحصل فيها يبقى سليم عشان سليم عشان هيروح وهيبقى يبقى هيروح يعني واخد الشكل ده زي ما تشايف كده هيروح وفي سيفير و لكن عاملة طويل طبعا يعني ومش من يوم او من شاء لأ بيبقى بقى لو فاطر طويلة. تمام? آآ والفليكشن بتاع الصنب هيروح. فهيحدف الصنب هيحدف لي ناحية الايبر اكستنشن او اكستنشن. السنسور افكشن لو الليجن بقى فين بص السنسور افكشن لو الليجن في اي حتة لو هنا لو هنا لو هنا لو هنا لو هنا ما تعدى كل ده هينضرب. تمام? يعني هنا يبقى فيه السنسور افكشن. التلات صوابع ونص دول هينضربوا. والتلتين ده هينضربوا. والتلات صوابع ونص الدستال فلانجيس دول من ورا هينضربوا. لو نفس اللي فات ولكن ما فيش علشان طالع فوق باس على فمش هيحصل ولكن هيحصل موتور ولكن الموتور افكشن بيكون على المدى الطويل. يعني المريض بقى له تلات شهور ولا حاجة. فتلاقيه عنده ده في ويستنج والموصل فيها كده احنا خلصنا بتاع الميديا النيرف اخدنا الميديا النيرف المرة اللي فاتت واخدنا النهاردة النيرف انجري. هنكمل المرة الجاة بقى ايه الانر ومش عادي الفرديل ولا فحنكمل غريبا الانر يعني ولكن انا مش عادي هننزله النهاردة ولا هننزله بكرة. ايه طبعا لو حد عنصصار او حاجة او انا حتى بشرح بسرعة. اكتبوا لي في الكومنتات اه عالجروب عالقناة في اي مكان يعني. اه ان شاء الله الدنيا تبقى كويسة. شوفيشكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.